كده طبعا كلنا اكيد تابعنا يعني مباراة الاهلي مع شباب الوزداد الجزائري في الجولة التالتة من منافسات مرحلة المجموعات في دولة ابطال افريقيا وشوفنا النتيجة اللي انتهت بها المباراة وهي التعادل السلبي وهو تعادل الحقيقة غير جيد على الاطلاق برغم ان احنا مازلنا متصدرين المجموعة لكن حالقول ان هو غير جيد لاعتبارات كتير يمكن حتى تكلمنا عليها قبل كده اكتر من مرة وكان لازم الحقيقة بمجابها نكسب مباراة يوم الجمعة اللي فات كان لازم نحقق ثلاث نقاط كاملين عشان نحسم امور كتير يعني بطبيعة الحال اكيد في المقدمة فكرة الاقتراب بقوة من التأهل للدور الرابع النهائي وتاني حاجة فكرة ان احنا كان لازم نستغل فكرة او فرصة ان احنا بدلعب الماتش ده في مصر على ارضنا وسط جمهورنا جمهور النادي الاهلي لاننا بعد كده ما تنسوش هنلعب ماتشين خارج القاهرة مع شباب الوزداد في الجزائر ومع مدياما في غانا وطبعا بالتعادل ده اكيد هيكون مطلوب اننا نتجنب الخسارة في الماتشين اللي جايين احنا بالمناسبة الاجواء المقلقة دي مش اول مرة تمر علينا احنا قبل كده اتعرضنا في البطولة دي او بطولة اللي فاتت تحديدا ويمكن اللي قبلها كمان اتعرضنا لكذا موقف زي ده ويمكن اصعب كمان والحمد لله رب العالمين خرجنا من كل الموقف دي على خير وصعدنا ووصلنا كمان للأدوار النهائية لكن مش كل مرة تسلم الجرة ومش كل مرة لازم نحط نفسنا في نفس القصة يعني من البداية كمان في حاجة مهمة جدا يعني اتكلم فيها مستر مارسل كولر واحنا اتكلمنا فيها واعتقد كل حضراتكم بتتكلموا فيها وخصوصا في الايام القليلة الماضية كولر اتكلم عنها في المؤتمر الصحفي وقبل كده كمان كان اتكلم عنها بعد مباراة سموحة في الدوري وهي ظاهرة اهضار الاهداف الغريبة جدا واللي كانت واضحة وضوحة الشمس في مباراة سيمبا في دوري السوبر مباراة يانج افريكنز في دوري الابطال وطبعا مباراة شباب لوزداد يعني تعالوا نفسص التفصيلة دي طبعا فكرة ان انت توصل لمرمى المنافس بشكل متكرر زي الفول ته حاجة مثالية ومطلوبة حاجة ايجابية جدا لكن القمر السلبي ان انت بتهدر تقريبا كل الفرص مش عارف يعني تعالوا نقارن كده بيننا وبين فرق تانية فيه اندية تانية حضرات بتعتمد على فرصة واحدة او فرصتين او بالكتير او ثلاثة في المباراة بالكامل وبتخرج بالنتيجة اللي هي عايزاها زي مثلا مثلا اتلتكو مدريد مع سيميوني بيروح لمرمى الخصب مرتين ثلاثة بالكتير على مدار المباراة بالكامل بس بتلاقيه بيسجل هدف اتنين عن طريق موراطة بقى عن طريق جريزمان وامثلة كتير كمان غير النادي ده لكن انت اول مبارح وصلت المربع شباب لوزداد ما يقلش عن سبع تمن مرات واهضرت كل الفرص دي يعني لازم اكيد هيكون فيه علاج لهذا الامر نظرا لتكرره واكيد هيكون فيه جلسة حساب ما بين مستر كولر واللعيبة لانه اللي جاي ما فيهوش اي احتمالية لفقدان اي نقاط المطشات اللي احنا دخليني عليها بعد كده انسوا بقى اللي فات احنا دخليني على ما هو اصعب وابعد من كده بكتير مطلوب مننا وبسرعة ان احنا نقفل يعني حنقول صفحة دوري ابطال افريقيا بشكل مؤقت بعد انتهاء الجولة التالتة طبعا احنا زي ما قلت لكم من شوية احنا ما زلنا في صدارة المجموعة برصيد خمس نقاط ورانا الثنائي شباب لوزداد وميدياما اللي طبعا تعادل مع يونج افريكنز ويملك حاليا رصيد اربع نقاط ثم يونج افريكنز برصيد نقطتين خلال ايام حيدخل بقى النادي الاهلي واحدة من اهم واصعب اختبارات هذا الموسم بكلمكم عن منافسات كاسر عالم للاندية وطبعا هيكون لنا متابعة يومية مع حضرتكم عن هذه البطولة ولا سيما ضربة البداية من هذه البطولة طبعا النادي الاهلي حيلعب ماتش محتمل امام اتحاد جدة السعودي في حال فوزه المتوقع على اوكلاند سيتي النيوزيلاندي طبعا المباراة دي اكيد هكون مباراة قوية جدا وكلاسيجية جدا لان هي بين فرقتين من اكبر واهم واتقل اندية الشرق الاوسط والمنطقة العربية بالكامل وسابق قبل كده على فكرة وتقابلوا مع بعض بكاسر عالم للاندية في 2005 وقتها فاز اتحاد جدة بهدف لنجمه محمد نور ده طبعا غير ان اتحاد جدة حاليا بيضم مجموعة كبيرة من النجوم